مرحبا حبيبا أصحاب بلج الجوزاء شلونكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نقرأ توقعات بلج الجوزاء العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الصعيد العائلي العملي الصحي العاطفي وضع المنفصلين العزاب من القادم في طريقهم وأيضا المرتبطين وطاقة العامة لنهاية الشهر بصورة عامة شون راح تكون وشمشي اللي أنت ما متوقع حدوثه وراح يصير خلال هاي الفترة إن شاء الله قبل ما نبلش نقرأ التوقعات سووا لايك إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة إذا شنتم ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات خلونا نبلش الفيديو بداية برج الجوزاء شوف عندك أمور هوايا معلقة صار لها فترة لأنه شوفك يعني عندك نوع من الكسل هاي الفترة راح يكون نوع من التباطو الكسل كأنه هاتشي أحسك يعني قاعد تعاني من الروتين إذا كان بعملك إذا كان بحياتك بصورة عامة تعاني من الروتين من الكسل ما قاعد تحاول تتخذ خطوة إلى الأمام والبعض من عدكم أشوف ممكن شان مار آخر فترة صيروا يا أمر مفاجئ مشاكل عائلية أو حتى مشاكل عاطفية المتزوجين ممكن مشاكل بالبيت شان أتواصل بينكم موضوع انفصال وأشوف أكو شخص راح يحاول يدخل بهاي الفترة ويحل الموضوع ويرجع الأمور المجراهة يعني يعني قاعد أشوف أنو طاقتكم بهاي الفترة عدكم هوايا عدم اتزان عدم استقرار يعني أنتو راح هاي الفترة يعني أشوف قلت لك عدك نوع من الكسل أكو كسل أكو تباطل أنت ما تريد تتقدم خطوة ما تريد تسوي شي يعني عاجبك أنو قاعد بمكانك وبس يعني ما تتقدم خطوة إلى الأمام ولا تتراجع على الوراء ولا تحاول تصلح شي أكو نوع من هيتش يعني عندك نوع أكو حدث صاير بحياتك أشوفه قبل فترة أو حتى ممكن مو حدث ممكن أمورك ما قاعد تتقدم تحس أنو الأمور واقفة بمكانها أكو موضوع صار لك فترة طويلة منتظرة ولكن هذا الموضوع متعلق وما قاعد ينحل خاصة إذا كان هذا الموضوع متعلق بموضوع زواج أو حتى موضوع نوع من الأحباط خلال هذه الفترة راح يكون ممكن يكون بسبب موضوع انفصال أو حتى العكس منكم ممكن يكون موضوع زواج يعني هو أشوفه شي خص الزواج خلال هاي الفترة راح يكون يأثر عليكم وأنت قاعد تحاول ممكن أنو متريد تسرع تتخذ قرارات هاي الفترة متريد تتحرك من مكانك عاجبك انه تبقى لانه عندك طاقة سلبية شوية قاعد تفكره بسلبية تقول انه ممكن انا اذا خطيت خطوة هاي الفترة راح يصير شي سلبي الموضوع ما راح ينتهي مثل ما انا اريد فقلت لكم البعض من عندكم قاعد اشوف اداف النفسة بالشغل خلال هاي الفترة دايش تغضي على موضوع معين صار لفترة طويلة وهذا الموضوع يعني اه مأثر عليه فتارك كل شي ومركز بالشغل حتى ما يفكر بالامور الثانوية البعض منكم اشوف انه قاعد يفكر بفرصة جديدة ويا شخص انت اريد منفصل عنه صار لك فترة وده تحاول انه ترجع التواصل بين وبينك وبينه خلال هذي الفترة او ترجع حتى الثقة ولكن ممكن يكون هذا الشخص اللي تتعامل ويا انت اما شخص مرتبط يعني متزوج او انه هو في علاقة ثلاثية قاعد اشوف الطاقة هي قاعد تجيني خاصة اذا كان برج الثور او برج الدل وذا شنا تتعامل ويا هذول البرجين فما اشوف ماكو تقدم خلال هاي الفترة بعلاقتكم ويا هاد الشخص خلونا نبدأ يعني قلت لك طاقتك بصورة عامة طاقة الاحباط عدك احباط معناوي كلش كبير خلال هاي الفترة اه يعني اشوفك مقاعد حتى الفرص اللي قاعد تجيك او اللي راح تجيك حتى انت ما قاعد ترفض فرصة ولكن ما قاعد تقبلها اساسا نفسيتك كلش متعبة اه صار لك فترة اكو موضوع معلق انت تريد ان ينتهي بس الموضوع ما قاعد ينتهي كل ما تقول انو انا وصلت اه خط النهاية وخلص هذا الموضوع راح نحي راح اطلع من حياتي الموضوع يرجع يصر بي يعني اشكال معين او خطوة معينة ترجعك نفس الشي لنقطة الصفر كل ما تقول اللواني خلص نهاية الموضوع ترجع للصفر تشوف نفسك ترجع للبداية فعندك مواضيع تريدها تنتهي تريدها تخلص ممكن على صعيد عملي ممكن على صعيد عاطفي على صعيد عائلي اذا كنت تمقدم حتى على سفر فاشوف انو انت دائما من توصل الى خطوة معينة وتقول انو الموضوع انتهى اه فجأة تشوف انو الامور رجعت كلها لنقطة الصفر يصير شي مفاجئ وترجع للنقطة الصفر فاشوف عندك يعني ما تتحاول تتقدم بحياتك خلال هاي الفترة عندك نوع من مو بس الاحباط وانما انت متثاقل خطواتك متثاقلة اشوفها كل شي متباطئ يعني انت مو متباطئ انت اصلا يعني تتحاول انو تتوقف الامور كلها يعني تريد تبقى على هذا الوضع وخلص ما تتقدم بعد الاي مكان لانو عندك اه طاقة كبيرة من الملل اشوف حتى على الصعيد العملي عندك روتين من العمل البعض منكم اشوف انو اكو شخص راح يجي اكو عندك عرض عمل مرفوض اكو شخص راح يجي عرض عليك عمل وانت راح ترفض هاي الفرصة او راح ترفض عمل هذا شخص بسبب الطاقة السلبية اللي موجودة عندك بس ان شاء الله طاقة السلبية هذي راح تخوف اول ما اذا صور القمر ببرج الدلو ان شاء الله يعني يتحول فاشوف انو الامور تبدأ تبلش تتحسن بس انت حتى على الصعيد العاطفية شوف امورك متعبة على الصعيد المادي عندك امور هواية متعبة هواية تحس اكو تاخيرات قاعدة تصير عندك بكل الامور اللي تحاول انه تخطي بها خطوة على الصعيد الصحي شوف انه عندك نوع من الاراق خلال هاي الفترة راح يكون الصداع حتى نومتك شوفك قلق بها لبعض منكم ممكن يكون حتى قاعد يعاني من ارق وتعب واكو كوابيس قاعد يشوفها حتى مني نام فاكو عندك ارق اكو بعض منكم يعني كانت داخل بفترة اكتئاب وهسد يحاول يطلع من عندها يعني مو اكتئاب اكتئاب بالمعنى الحقيقي ولكن نفسيته من قدمه متعبة كانت هو موقف كل اموره فهاي الطاقة اشوفها يعني ما راح اترافقك منها النهاية الشهر الامور راح تبلش تتحسن اشوف على الصعيد الصحي قلت لكم معني اشوفك وصداع ممكن اتعاني من صداع بسبب الاراق وكثرة التفكير اللي الطاقة السلبية اللي موجودة عندك البعض منكم اشوف عندها الام بالاقدام راح تكون خلال هاي الفترة اه خاصة القدم اليمنى اشوف القدم اليمنى شوية راح يصر عندك بها اه تشنجات او اوجاع فحاول لا تهمل هذا الموضوع من يصير فاشوف انه انت يعني بالفترة الحالية موقف كل شي وده تحاول انه يعني تعيد تقييم التجارب اللي مرت بحياتك تعيد ترتيب حياتك من جديد يعني تحاول ترجع تتوازن بس انت ما قاعد تخطي هاي الخطوة انت بس مقرر انه هسه تقعد شون تحط حجرة الاساس فانت هسه موقف كل شي وتريد تفكر حياتك شون راح تكون بالفترة الجاية اشوف عندك وجهات نظر جديدة راح تجي خلال هاي الفترة راح تكون عندك اكو ازمة مريت بيها تقريبا قبل صارلك اربعة شهر او اربعة سابيع اشوف هاي الازمة غيرت هواية شغلات بحياتك غيرت هواية افكار عندك يعني طريقة تفكيرك قاعد اشوفها بلشت تتغير خلال هاي الفترة وانت امورك يعني مقرر انه هاي الفترة انت بس تقعد تستريح وترمح مولك على الله مثل ما يقولون اخواننا المصريين فاشوف يعني الطاقة اللي غالب عليك حاليا هي طاقة التوقف وعدم التقدم وانت ما تريد تتقدم بايشي حاليا تريد تبقى متوقف على الصعيد العاطفي حتى على الصعيد العاطفي قاعد اشوف انه ممكن يكون اكو موضوع غيره وزعل صاير بينك وبين الشريك وانت رغم انه انت مشتاقل هذا الشخص وتريد تصالحه وتريد ترجع العلاقة بينها تكون ولكن ما تريد تتخذ هاي الخطوة حاليا انت منتظر هذا الشخص هو اللي يجي ويصالحك وهذا الشخص ايضا طاقة الشريك اساسا هو هذا الشخص مل من انتظارك فاذا تشنت انت سبب زعل هذا الشريك انصحك انه تروح تصالح هذا الشخص خلال الفترة الجاي لانه هو بلش يميل من الانتظار وراح يصير تواصل بينك وبينه يعني هاي الناس اللي مرتبطين وبينهم زعل صار لفترة اشوف بسبب موضوع غيره موضوع شيك لانه قلت لك انت حاليا تفكيرك اغلبه سلبي فيعني انت حتى الشريك ما قاعد تفكر به بصورة صحيحة هو قاعد اشوف ما اخذ عنك نظرا انه انت تقريبا موجد ديوية بالعلاقة قاعد يشوفك مناضج وموجد ديوية بالعلاقة وتتحاول انه تتهرب من عنده خلال هاي الفترة واقف ديراقبك من بعيد اكو مراقبة من بعيد ديراقبك ونفس الوقت منتظرك انت تجي هو ممكن يكون خطى خطوة اتجاهك لو انت تراجعت خطوة لانه دا اشوف هو ممكن يكون تقدم خطوة ومنتظر النتائج انت على اساس هاي الخطوة اللي هو خطاها تراجعت انت الى الوراء ما تقدمت فاشوف هذا الشخص منتظرك ومشاعر اتجاهك مشاعر يعني صادقة واذا تشونك وزعل بينك وبينه فاشوف انه هو قاعد يريد يصلح الموضوع خلال هاي الفترة والامور ببناتكم اساسا راح يعني تتحول ان شاء الله الى صلح وشفاء وراح يعتذر منك على الغلط اللي غلطه بحقك او حتى ذات شنة انت لان القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية فاين كان هذا الشخص اشوف انه الطاقة اذا كان الطاقته هوائية هنا نيمية موجودة فهذا الشخص اشوفه اه راح يرجع خلال هاي الفترة وراح يصير صلح ببناتكم والامور ببناتكم راح تتحسن والعلاقة راح ترجع مثل ما كانت بالنسبة للمنفصلين اشوف انه صار لك فترة طويلة انت منتظر رجوع شخص هذا الشخص العلاقة ببناتكم بالسابق ممكن تكون كانت منتهية او حتى بينكم بلوك وهنا عندي طاقة نارية موجودة وايضا برج العقرب ذات شنة تتعامل ويا شخص من برج العقرب فاشوف انه كان بينك وبين هذا الشخص بلوك وانت منتظر منه تواصل او منتظر منه رجوع وانت يعني رغم انه التواصل مقطوع بيناتكم وكلامك بس انت لحد الان اه عندك احساس انه العلاقة بيناتكم ما منتهية الحبب داخلك بعد ما ميت اشوف انه هذا الشخص خاصة اذا كان برجة مثلك برج الجوزاء او هنا انا طاقة عندي برج الميزان ايضا يعني اشوف انه طاقة كوية برج الميزان وبرج الجوزاء خلال هاي الفترة راح تكون طاقة زينة تعاملك وياهم العلاقة بيناتكم راح تكون بها نوع من التوازن المصالحات خلال هاي الفترة ولكن اشوف علاقتك ويا الابراج المائية شوية راح يكون بها التقلبات نوع من الروتين الملل فحتى المشاكل اللي بيناتكم راح ترجع تتكرر متن حل خاصة اذا كان هذا شخص من برج الحوت اشوف تعاملك ويا برج الحوت يعني خلال هاي الفترة راح يكون جدا متعب اليك وهذا الشخص راح الاحباط اللي موجود عندك اساسا والتوقف هو راح يزيد اكثر من عنده راح يحبطك اكثر وراح يبقيك متعلق يعني علاقتك ويا انت ما تعرف اشلون يعني احنا بالعراق نقول ما تعرف راسك ورجليك فانت هذا الشخص انت متعلق ويا حاليا يعني هو مبقي كيشة ومبقي الوضعية وما يريد حل وما قاعد يبحث عن صورة حل جديدة اشوف انه خلال هاي الفترة شوية الامور راح تكون متعرق له ويا شخص من برج الحوت اذا كانت تتعاملوا يا هاي المنفصلين اشوفه مطول شوية بالرجوع هذا الشخص والكلام ببيناتكم حتى شوية يكون سلبية ما بالنسبة لباقي الابراج خاصة اذا كانت تتعاملوا ايا شخص من برج الاقرب او الميزان او الجوزاء انتبه على هاي الابراج اللي قاعد اقولها اشوف انه اكو رجوع راح يصير بينك وبين هذا الشخص اه هذا الشخص ممكن شان يتجاهل مكالماتك بسابق او حتى التواصل مقطوع ممكن بلك اشوف راح ينرفع خلال هاي الفترة ان شاء الله اكو رجوع ببيناتكم واكو مصالحات اه ولكن لازم تكون حذر جدا بعلاقتك ويا هذا الشخص بالفترة الحالية اشوف انه انت هواي عانيت بسببه بالسابق فهذا الشخص من يرجع حاول انه اتخلي لحد من الاول اتخلي حدود العلاقتك وياه اه اتخلي حاجز يعني تحاول انه تحمي مشاعرك خلال هاي الفترة يعني اشوف انه هذا الشخص هو صح راجع وحتصير مصارحة يعني مصالحة بينك وبينه ومصارحاتها بينه وبامور هواي راح تبين ترجع لان اشوف انه اكو علاقة بالسابق ان شانت يعني علاقة ماتت انتهت هسه راح تبلش ترجع تنولد من جديد اكو فرصة ثانية للمنفصلين بعلاقة اشوفها راح ترجع الشيء الغير اه متوقع حدوثه خلال هاي الفترة وراح يحدث اشوف انه اكو تواصل راح يصيروا ياكم خلال هاي الفترة خبر راح تسمعونه بنهاية هذا الشهر الخبر راح يكون مفاجئ لكم وراح يجيكم من شخص اساسا يعني انتو راح تتفاجئونه من الشخص اللي جاب لكم الخبر اكثر ما راح تتفاجئونه من الخبر نفسه هذا الخبر اشوفه خبر زين اه خبر راح يغير هواية امور بحياتكم هنانه ويعني خبر راح يكون فرحة ممكن اليكم ممكن لعائلتك ولكن هو راح تصير به مثل لما تشمل او هيش يفرحة يعني الناس حتى تعرفها يتداول خلال هاي الفترة الخبر قاعد اشوفه زين ومن صالحة يكون فعندك خبر حلو بنهاية اخر يعني بهاي الايام ممكن بعد تسعة ايام نقول احسب تسعة ايام من تاريخ هذا الفيديو وممكن بعد يوم الله اعلم احنا كل شي نقول العلم عند الله هي مجرد توقعات يعني انتو لا تاخذوها انو تمشون بيها بحياتكم مية بالمية هي مجرد توقعات وممكن تكون رسالة يعني كانت لازم توصلكم وموصلتكم فاكو عندك خبر حلو الخبر كلش راح تتفاجأ من عنده خلال هاي الفترة ان شاء الله راح يجيك هذا الخبر وراح تسمعه اه النصيحة اليك يقولك انو اترك الكسل اترك التباطئ اترك هذا التثاقل الموجود حاول تخطي خطوة الى الامام استعيد توازنك استعيد سيطرتك على الامور انو انت قاعد اشوفك اه هامل عملك هامل نفسك هامل الشريك هامل العلاقات هامل العائلة مسؤولياتك كلها حاول انو تسترجع السيطرة على اتزانك ترجمة نانسي قنقر